موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم وكل عام وحضراتكم جميعا بكل خير وصحة وسلام اليوم كان هناك متابعة دقيقة وعلى أعلى مستوى للوضع الملتهب والمشتعل في الجارة الغربية ليبيا بالأمس تحدثنا حول ما يجري على الأرض الليبية وتحدثنا على تداعيات ما جرى في غرب شمال ليبيا والقاعدة العسكرية اللي انسحب منها الجيش الوطني الليبي وحل محله قوات وميليشيات تابعة لفايز السراج المدعوم من قوى أجنبية وأعني من تركيا تحدثنا بالأمس وحضرنا مما يجري وبأن ما يجري خطر ليس على الشعب الليبي الموجود حاليا وإنما على الأجيال القادمة للدولة الليبية الشقيقة وقلنا بأن ما يجري الآن هو إعادة إنتاج ما جرى منذ عقود في هذه الأرض من قبل المستعمرين المستعمر الإيطالي للأرض الليبية والمستعمر العثماني للأرض الليبية كلاهما اتفق معا منذ عشرات السنين على الاستحواز وتقاسم الثروة داخل ليبيا بعد قيام الشعب الليبي وثورة الفاتح ثم حكم القزافي عادت لليبيا ثروتها ربما لم يكن الوضع مثاليا لكنه بالتأكيد 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 ثلاث كان أفضل مما هو حاصل الآن ما كان يجري في عهد الرئيس السابق أو الرئيس الراحل معمر قزافي بالتأكيد كان أفضل مئات المرات مما يجري الآن على الساحة الليبية وهذا الكلام ربما لا يروق للبعض من هؤلاء الذين يرفعون شعارات الثورة الليبية والحرية الليبية وكلافه ليبيا الآن دولة متهتكة الأوصال ليبيا الآن دولة بالمفهوم السياسي ومفهوم العلوم السياسية دولة فاشلة دولة حدودها متوترة وموترة للجيران في كل مكان احنا بنرى أنه عندما تغيب الإرادة وعندما تغيب إرادة الجماهير أو بالأحرى عندما تحجب إرادة الجماهير وأنا أرى أنه إرادة الجماهير الليبية محجوبة خلف هذه الأصوار المرتفعة من الظلم والظلمات مختبئة ومحجوبة خلف هذه الأصوات الزاعقة لأسلحة الإرهابيين إرادة الشعب الليبي محتجبة وراء حالة خوف جمعية لدى الشعب الليبي مما هو حاصل ومما هو قادم عندما نصرخ هنا من أعماق أعماقنا ونقول لا لاحتلال ليبيا لا لحكم الميليشيات في ليبيا عندما نصرخ من أعماق أعماقنا ونقول وحدة الأراضي الليبية عندما نقول بأن ليبيا يجب أن تكون لليبيين لابد أن يستمع الجميع ويعلم أننا هنا في مصر بنكتوي بنار التفتت والتشرزم الإقليم الحاصل حوالينا هناك في الغرب ليبيا وليبيا الآن متنازعة حول ميليشيات في الغرب وجيش وطني في الشرق برلمان شرعي في الشرق وبرلمان مزيف في الغرب حكومة حقيقية في الشرق وحكومة جاءت على دبابات المستعمر في الغرب هذا هو الوضع الحاصل في ليبيا ربما هناك من يريد أن يربك المشهد بمزيد من الأخبار المغلوطة ومزيد من هذه الخطط المدبجة الخاطئة التي تأتي دوما على أسنة الرماع وفي اليد الأخرى المصحف الشريف بتجد أن هناك من يسوق ما يجري في غرب ليبيا وما يجري من المستعمر التركي على أنه جاءوا بسم الله الله أكبر وبأن هؤلاء المتواجدون في الشرق ضد الإسلام وضد الدين هناك استهداف واستخدام لهذه الأصوات التي تتحدث باسم الدين كاذبة مناوئة للدين نفسه في الغرب مثل الصادق الغرياني وآخرون الميليشيات الإخوانية تابعة لتنظيم الإخوان من تركيا يدار الميليشيات الداعشية التي تتحكم فيها قيادات داعشية متواجدة في قلب تركيا هناك قيادات وميليشيات قاعدية تابعة للقاعدة متواجدة أيضا داخل ليبيا ليبيا الآن أكبر دولة في العالم بها أسلحة في يد منظمات وتنظيمات غير شرعية بشكل يهدد الحياة في مجملها داخل ليبيا الوضع في ليبيا جد خطير الوضع في ليبيا يؤرق الدولة المصرية لأن العمق الاستراتيجي المباشر الأمن القوم المصري المباشر ليس فقط من خطوط العرض وخطوط الطول التي تحدد الحدود وإنما أبعد من ذلك بكثير حدودنا الغربية الآن في مهب الكثير من التحركات لدى الإرهابيين وهنا في مصر لن تسمح الدولة المصرية بن قسين القوية لن يسمح الجيش المصري بن قسين الأقوى دولة قوية والجيش الأقوى في المنطقة وفي الإقليم لن نسمح بأن يكون هناك عبث أو مساس بالأمن القوم المصري الحدود الغربية حدودنا مع ليبيا لا نتدخل في دولة ولا في شؤون دولة مهما كانت لم نطمع في سروات أي دولة مهما كانت رغم ظروفنا ورغم لكن إحنا دولة لا تحيد عن الحق لكن أن يأتي الباطل وأهله والشيطان ومريدوه أن يأثوا لمناوأة ومناوشة ومكايدة الدولة المصرية على الحدود أقول للجميع هيهات هيهات أن يحدث هذا اليوم استكملاً لما تم خلال الفترة الماضية وعطفاً على ما جرى الرئيس عبدالفتاح السيسي والمجموعة المجموعة الاتصال الأفريقية بخصوص ليبيا حول ليبيا من الكونغو رئيس المجموعة وجنوب أفريقي على الاستحاد الأفريقي والجزائر والشاد والأمم المتحدة والاستحاد الأفريقي المفوضية والرئيس عبدالفتاح السيسي وعبر عبر تقنية الفيديو كونفرنس زي ما احنا شايفين الرئيس عبدالفتاح السيسي والقادة الأفارقة مجموعة الاتصال الأفريقية حول الشأن الليبي ما جرى عبارة عن خماسية مصرية خماسية مصرية خمس نقاط مصرية بتمثل خارطة الطريق التي تمثل ثوابت الدولة المصرية فيما يخص الشأن الليبي كلما سأل سائل ماذا عن ليبيا كلما قلق عن ما يجري في ليبيا كلما جرى حوار أو نقاش أو سجال حول ما يجري في ليبيا ودور مصر نقول باختصار ما قلناه منذ اليوم الأول النهاردة الرئيس أكد على خمس نقاط النقطة الأولى رغم كل ما جرى ورغم كل ما يجري ورغم كل ما خطت له ورغم كل ما جرى على الأرض مصر بتقول رقم واحد ضرورة الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين مصر دايما وأبدا تقول بأن الحلول العسكرية ليست حلول ناجعة الحل السياسي أن يجلس الفرقاء على مائدة واحدة ويجنب الشعب الليبي هذه الدماء المراقة وهذه الأحقاد التي في الصدور يجب أن يكون هناك حلا ناجعا وهذا الحل من الوجهة النظر المصرية هو الحل السياسي رقم اتنين وحدة الأراضي الليبية وسيادة ليبيا على أراضيها خط أحمر من وجهة النظر المصرية لا للمساس بسيادة ليبيا على أرضيها لا يمكن أن تقبل مصر المساس بسيادة الدولة الليبية وحدة أراضي الدولة الليبية تحت كل الظروف خط أحمر لا للتقسيم ولا لهذه المحاولات المستميتة لنزع قطعة أرض وإقامة دولة للميليشيات المسلحة عليها في غرب ليبيا لن تسمح مصر بأن يكون هناك دويلات ولن تسمح مصر بأن يكون هناك بؤرة تمثل دويلة أو دولة أو شبه دولة لأي ميليشيا أيا كانت وصفها وصفاتها وأيا كانت دعموها رقم ثلاثة مصر بتدعم إرادة الشعب الليبي وبتحرص وتدعم اختياراته نحن مع اختيارات الشعب الليبي نحن مع معتقدات الشعب الليبي نحن مع ووراء وخلف إرادة الشعب الليبي لا يمكن أن تسمح الدولة المصرية بسرقة إرادة الشعب الليبي وفرض اختيارات آخرين عليه أربعة مصر ترفض التدخلات الأجنبية في ليبيا كل التدخلات الأجنبية في ليبيا مصر ضد كل هذه التدخلات يبقى مصر من ضمن الثابت الأساسي في سياستها الخارجية تجاه ليبيا رفض كل أشكال التدخل في الشأن الداخل الليبي من أي قوة ومن أي دولة مهما كانت خامسا استقرار ليبيا يمثل نقطة هامة من أهم نقاط ومن أهم محددات الأمن القومي المصري بمفهومه الحقيقي خماسية مصرية لشرح الموقف المصري تجاه ليبيا وضع خارطة طريق للشأن الليبي مفادها الأساسي لا للتقسيم لا لفرض الإرادة الخارجية على ليبيا لا للتدخل الشعب الليبي يقرر مصيره الحل السياسي السلمي هو الأنجأ والذي تنحاز مصر إليه مصر ترفض بقوة بشدة بإباء أي محاولة للمساس بليبيا لأنها تعتبر مساسا بالدولة المصرية مصر وعلى لسان الرئيس النهاردة قال كلمة أضعها بين قسين وأكررها لمن لا يسمع عليه أن يسمع لمن لا يفهم عليه أن يفهم لمن لا يعي عليه أن يعي مصر لن تتهاون مصر لم ولن لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو الأطراف التي تدعمها مهما كانت الظروف مرة أخرى مصر النهاردة على لسان رئيس مصر مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية أو أي من الأطراف الداعمة لها مهما كانت الظروف قيل هذا الكلام اليوم ثاني بقولها للمرة الثالثة علّ هناك من لا يسمع أو علّ هناك من يعاني من ضعف في سمعه ثاني مصر لم ولن تتهاون مع أي جماعة إرهابية أو مع من يدعمها تحت أي ظرف من الظروف رفعت الأقلام وطويت الصحف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان هذا فصل الخطاب ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري هذا الكلام ليس وليد الساعة وليس وليد اليوم وليس وليد الأمس القريب وإنما كان هو الخط الدائم والمستمر لوجهة النظر المصرية التي تنبثق من محددات الأمن القومي المصري في أكثر من مناسبة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بحديث لا يقبل جدا حول الملف الليبي نتذكر وننعش ذاكرة المشاهد العربي في كل مكان أمننا القومي في مصر يمس بشكل مباشر من الموقف في ليبيا ليبيا والسودان بالنسبة لنا أمن قومي دي حدود مباشرة ده همك استراتيجي لنا في ليبيا وفي السودان نحن مصلحتنا أن يبقى فيه استقرار في ليبيا نحن مصلحتنا أن يبقى فيه حكومة شرعية في ليبيا نحن مصلحتنا أن يبقى فيه وحدة للإرادة الليبية نحن مصلحتنا أن إرادة الشعب الليبي هي تبقى الإرادة النافذة والحكبة للموضوع في ليبيا الرئيس بيتحدث في غير مرة في اكثر من مناسبة عن الوضع في ليبيا ربما هناك من يعني لا يفهم ولا يريد ان يفهم بانه الموضوع لن يمر كما يخطط له المخططون وقبل ان يعني اغادر هذا الملف اقول بشكل واضح انه ليبيا ومصر ده وحدة عضوية واحدة مصر والسدان وحدة عضوية واحدة لا يمكن لا يمكن تحت اي ضرر لا تاريخيا ولا انيا ولا مستقبلا انه يتم محاولة نزع هذه الخصوصية في العلاقة لكن ما يجري في ليبيا بشكل واضح لكل الناس انه بعيدا عن عملية الشد والجذب وعملية نوع من عمليات الاستقطاب الحد هنا وهناك اقول كل السلطات داخل ليبيا كل السلطة سواء سلطة حقيقية او سلطة من ارض الواقع او سلطة نزلت من طائرة غربية او سلطة نزلت على دبابة غربية داخل ليبيا سلطات كثيرة وتنازع السلطات لكن اقول اتركوا ليبيا للليبيين اتركوا ليبيا للليبيين كل القوى الاستعمارية القوى الامبريالية القوى الطامعة والطامحة في ثروات الشعب الليبي اغربوا عن الاراضي الليبية بوجوهكم العكرة اخرجوا من الارض الليبية لانه ليبيا ستكون مقبرة لكل هؤلاء الطامعين الارض الليبية ستكون مقبرة لكل هؤلاء الذين يحاولون انعادة انتاج تاريخ اسود على هذه المنطقة اقول اذا خرج كل القوى اذا خرجت كل القوى المتصارعة من داخل الاراضي الليبية استطاع الليبيون ان يحسموا امرهم لانه ما يجري الان محاولة لانتاج دولة عثمانية لتصبح ليبيا ولاية عثمانية هل يقبل الليبيون ان تتحول الجماهيرية الليبية او دولة ليبيا الى ولاية عثمانية جديدة هل يقبل احفاد عمر المختار ان تصبح ليبيا ولاية عثمانية تؤدي ما عليها من خراج سنويا للسلطان العثماني هذا هو الامر اذا قبلت ليبيا وابناء ليبيا ذلك اعتقد ان الامر مختلف تماما احفاد عمر المختار جنود وضباط وقادة الدولة الليبية شيوخ القبائل وكبراء العوائل في ليبيا هل يقبلوا ان تتحول ليبيا الى دمية تتلاعب تركيا باقدامها وتتقاذفها باقدامها مع غريماتها الاوروبيات هل يقبل الشعب الليبي هذا هل يقبل الشعب الليبي ان يديره احد المنافقين مثل صديق الغرياني واحد الدلادين السياسيين الذين نزلوا من براشط من دولة غازية لليبيا فايز السراج هل يسمع الشعب الليبي هل يقبل الشعب الليبي بكرامته ان يتحول الى دمية في يد هؤلاء هذه الحقيقة لابد ان يعلم الليبيون جميعا ان المسألة في ليبيا ليست صراع بين القير والشر وانما صراع على ثروات الدولة الليبية صراع على بترول الدولة الليبية صراع على غاز الدولة الليبية ما هو الدافع الذي يحرك الجيوش التركية والسلطان العثماني ويقوم بتدبيق هذه الاتفاقات غير الشرعية مع حكومة مرتزقة حكومة غير شرعية انا بالامس تحدثت وارى من يدخل ويعلق ويقول بان حكومة فايز السراج هي الحكومة الشرعية عن اي شرعية تتحدثون هل انتخبها الشعب الليبي سؤال حتى لا تتوه الحقيقة من انتخب فايز السراج ليعلم القاسي والداني ان فايز السراج اللعوبة فايز السراج عبارة عن شخ شيخة باللغة المصرية في يد هؤلاء الذين عينوه لم يختاره الشعب الليبي لم يعينه الشعب الليبي لم ينتخبه الشعب الليبي اتفاق السخيرات كان بين قوى من المجتمع المدني مجموعة من قوى المجتمع المدني من الذي اختارهم لم يختارهم الشعب الليبي الشعب الليبي حتى هذه اللحظة لا يوجد لديه منتخب من اي مؤسسة الا البرلمان اللي بيرأسه المستشار عقيلة صالح المستشار عقيلة صالح والبرلمان الليبي اللي موجود في طبرق هو الجهة الوحيدة التي انتخبت من قبل الشعب الليبي يعاديها كل هؤلاء الذين ناصرون الاخوان والقاعدة وداعش داخل الاراضي الليبية ويناصرهم ويتحدث عنهم خليفة القرضاوي الشيخ المسمم صادق الغرياني داخل الاراضي الليبية ما يجري الان في ليبيا نقل للمعركة بين انصار الارهاب وميليشيات الارهاب قاعدة وداعش والاخوان سلاسية الشر سلاسية الشيطان في الارض مسلس بسلاسة اضلاع الضلع الاساسي هو الاخوان والضلعين الاخرين هما داعش والقاعدة ما يجري الان في ليبيا سلاسية شيطانية بيدعمها ثلاثة فليشيات ايضا بتتصارع بتتنافس وتتصارع وتتقاتل فيما بينها لكنها ضد شعب الليبي كل فصيل من هذه الفصائل بيعمل لحساب جهة خارج الاراضي الليبية ما يجري في ليبيا الان صراع حقيقي صراع حقيقي على صراوات الدولة الليبية انتقل الصراع او نقل الصراع من سوريا من العراق اولا من افغانستان اولا الى العراق ثانيا الى الصومال والسودان فيما بعد ثم الى سوريا كل دولة بيحط فيها الارهاب بيقوم بتخريب ما يستطيع من تخريب في افغانستان في الصومال في العراق في سوريا والان بينتقل مقاول الهد مقاول الهد بينتقل من بلدة الى بلدة بعد ما يقوم بتخريب تام وكامل لكل مقاومات هذه البلد الان بينتقل مقاول الباطل مقاول الهد من سوريا عبر مرتزقة بطائرات وبواخر تركيا الى الاراضي الليبية للتخريب النهائي في هذه المنطقة لكن ما جرى في سوريا لن يكون له تكرار في ليبيا واعيد مرة اخرى كلمات بسيطة مصر لم ولن تتهاون مع الجماعات الارهابية او اي من الاطراف التي تدعمها مهما كانت هذه الجماعات ومهما كانت هذه الدول ومهما كانت هذه الظروف ونحن في كتام شهر رمضان بندعو المولى سبحانه ان يفيد بكرمه ورحمته ومغفرته وقدرته وجبروته ليقسم ظهر هؤلاء وظهور هؤلاء الخونة في كل مكان خونة الاوطان وخونة الاديان هؤلاء الذين يخونون وخانوا مصرهم ان شاء الله في مزبلة التاريخ نحن لا ندافع عن باطل معاذ الله نحن ندافع عن حق واضح لا مراءة فيه لا خلاف عليه لم تكن مصر دولة غازية لم تكن مصر دولة طامعة لم تكن مصر دولة متعدية لم تتدخل مصر في شؤون اي دولة اي دولة طوال تاريخ الدولة المصرية دولة فقط تحمي حدودها القريبة والبعيدة اتصور انه ما يجري الان في ليبيا له تداعيات سواء في الداخل او الخارج النهاردة كان في جالسة في مجلس الامن بنفس الطريقة لمنقشة الاوضاع في ليبيا يعني النهاردة مجموعة العمل مجموعة الاتصال الافريقية اللي اتكلمت عنها بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقنية الفيديو كونفرنس النهاردة كان فيه ايضا في مجلس الامن لمنقشة الاوضاع في ليبيا بريطانيا كانت حضرة وروسيا كانت حضرة والامم المتحدة الممثلة الاممية الخاصة بريطانيا مندوب بريطانيا قال نشعر بالقلق الشديد تجاه ما يجري في ليبيا ومندوب بريطانيا قال انه لا نصر عسكري في ليبيا يعني الموضوع هيبقى في دماء دون حسم عسكري ونأمل بالتوصل لحل سياسي المندوب الروسي قال انه هناك مزاعم بتدخل روسيا في المعركة لا هذا الكلام لا يستحق الرد المبعوثة الاممية قالت انه هناك قلق شديد من جراء هذه الاحداث داخل ليبيا هناك خرق لي ما جرت اتفاق عليه في برلين هناك تصدير سلاح للاراضي الليبية رغم مخرجات برلين ولأول المرة مندوبة الامم المتحدة او المبعوثة الاممية حول ليبيا تفضح فايز السراج قالت ايه قالت رئيسة البعثة الاممية في ليبيا ان حكومة الوفاق التي يرأسها ويتزعمها فايز السراج لم تتقيد بوقف الاطلاق النار المعلن متابعة خلال كلمة لها امام مجلس الامن النهاردة حول الازمة في ليبيا ندعو الى الاتزام بقرارات حظر توريد السلاح الى ليبيا اذا مبعوثة الامم المتحدة او الممثلة الاممية الخاصة تفضح فايز السراج بانه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في برلين وبان هناك ادخال غير قانوني غير شرعي للاسلحة الى حكومة فايز السراج حكومة غير شرعية ومن ثم هناك قلق اممي اتجاه ما يجري في ليبيا قلق بريطاني وقلق روسي قلق مصري ما يجري في ليبيا لن يمر مرور الكرام اذكر الجميع بانه ليبيا في فبراير 2011 خرجوا قالوا عايزين حرية في مارس الجامعة العربية الله يسمحهم ساعتها كان عمرو موسى طلبوا من مجلس الامن انهم يتدخلوا ودخلت بريطانيا وامريكا وفرنسا لترحيل في النيتو لضرب ليبيا عشان يخلصوا من القذافي في 20 اكتوبر قتل القذافي من لحظة قتل القذافي في 20 اكتوبر وحتى هذه اللحظة لم ترى ليبيا يوما خيرا او لم ترى ليبيا يوما هادئا لم ترى ليبيا يوما هانئا اقول هذا الواقع امامكم لتقرؤوه لتتابعوه والوضع في ليبيا قبل ما يسمى بطورة 2011 الوضع موجود واللي عايز يزايد يزايد لكن ما جار هو تحطيم مقومات ومقدرات الدولة الليبية لتحقيق اغراض لنصل الى ما وصلنا اليه لنصل الى ما وصلنا اليه وكثيرا ما حذرنا من ضياع مفهوم وشكل الدولة الوطنية تفاجأنا انه الاخ صادق الغنوشي بيهنئ الاخ فايز السراج بيقول له مبروك راشد الغنوشي بيهنئ فايز السراج راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي الاخواني عضو التنظيم الدولي للااخواني المسلمين بيهنئ فايز السراج اللي هو سكرتير اردوغان في ليبيا مبعوث اردوغان في ليبيا الحارس الامين لمصالح تركية في ليبيا فايز السراج فيقوم راشد الغنوشي يقول له مبروك الانتصارات اللي حققتها ميليشياتك المدعومة من تركيا وبيقول له القاعدة العسكرية قريبة من تونس واحنا سعداء لماجره الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوه هنشوف بعدين الشخاق اللي هيحصل هنشوف بعدين دول هو ده التحالف الحقيق قادي راشد الغنوشي وقادي فايز السراج اللي اتنين قدامنا بالصورة بتتضح روايدا روايدا لمن لا يرى لمن لا يفهم اقول هذه الحقيقة فايز السراج مدعوم من الاخوان اللي في تركيا والدليل اول ما حقق ما جرى في الوثية بسرعة لانا تهنئة من راشد الغنوشي لفايز السراج اتضح الأمر هل اتضح الأمر بمناسبة الغنوشي الغنوشي ده رئيس البرلمان التونسي وحزب النهضة وحركة النهضة اللي بيتزعمها راشد الغنوشي داخل الأراضي الليبية داخل الأراضي التونسية تخلق حالة من التوتر الشريط داخل المشهد السياسي التونسي وهناك مطالب حقيقية داخل البنيان الفكري والثقافي المؤسسي في تونس لسؤال راشد الغنوشي من أين ملكة هذا فجأة الراجل رجع من الخارج في 2011 او رجع من 2011 او تحول لأبرز أغنياء تونس وفي مطالب بالتحقيق بالثروة الغنوش رجع في 2011 ما عندوش ملين رجع من فرنسا من 2011 لـ 2029 سنين عارفين سروته كام؟ بيقولوا سروته مليار دولار مليار دولار 1000 مليون دولار ونستنيين قالوا هذا الرقم 8 أضعافه 8 مليار دولار من أين لك هذا؟ وبيقولوا من أين له هذا؟ يجب أن تفتح الدفاتر تفتح العسابات ونعرف ونرى من أين لراشد الغنوشي بكل هذه المليارات وهو قد جاء إلى تونس في 2011 عائدا من منفاه الاختيار في فرنسا لا يحمل دولارا ولا سنة واحدا ما يجري في تونس الآن محاولة للسطو والسيطرة النهضوية حركة النهضة على مجمل القرار السياسي الرئيس التونسي جلس بالأمس أو أول أمس مع قادة القوات المسلحة التونسية ومع زعماء المؤسسات التونسية والرئيس قيس بن سعيد وتحدث على حراسة الأنحارس على الدستور التونسي ولن نسمح أن يكون فيه سطو أو يكون فيه نوع من التغول على السلطة هنا أو هناك أقول مرة أخرى أدعو لتونس الشقيقة بالنصر والاستقرار لأنه ما يحاول راشد الغنوش وجماعته جماعة الإخوان المسلمين من خلخلة الأوضاع في تونس قد جرى مثله تماماً هنا في مصر في 2011 و12 و13 محاولة السطو والسيطرة على مراكز اتخاذ القرار في مصر ونجحوا فيها في حينه لو لا إرادة الشعب المصري في صورة 36 بيجري في تونس نفس الفعل الآن بمعرفة هذا الرجل راشد الغنوشي أنا بس بقول للناس اللي بتكلموا بيقول إحنا إحنا أنصار الله إحنا أنصار الدين إحنا أنصار الحق زي وزي أردوغان أردوغان بيبيح عنده البغاء عنده بيوت الضعارة مراقصة في تركيا بتجد وربعة مليار دولار سنوياً سنوياً وراشد الغنوشي قاعد برضو أعنات أنسه ماناش دعو بالدين الناس دي بيتمثل علينا الناس دي بتضحك عن الناس الناس دي بتتاجر بالدين بيتجروا بكلمات الله بيتجروا بكل هذا شوفه ما فيش ألوان من النهار يضحك ما فيش جامل ما فيش زمان الله يوض علي وعلي الله يعوض طلعون الفاصل يا شباب كان المستعمر بيدخل الدول الأفريقية والدول المنطقة ويقوم بالتوقيع باختيار أحد أبناء هذه البلاد ويصبغ عليه قداسة وشرعية ويدعوه لتوقيع اتفاقات طويلة الأجل إيجار قناة إيجار أو عملية إعمار أو عملية حقول بترول أو غيره فايز السراج هو نفس النسخة بتاعة حامد كارزاي في أفغانستان ونسخ كتيرة زي الراجل بول بريمار كان الحاكم الأمريكي جابه وساعتها أحمد الشلبي أحمد الجلبي في العراق و قارزاي في حامد قارزاي في أفغانستان وفايز السراج هذه النسخة على نفس الكتالوج نفس الكتالوج اللي اختير به تم اختيار به فايز السراج هو نفس الكتالوج أو نفس المسطرة اللي اختاروا بها حامد قارزاي وأحمد الجلبي في العراق خلينا أقول أنه ما يقوم بتوقيعه فايز السراج من اتفاقات أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو بروتوكولات ليس لها حجية قانونية أمام القانون الدولي لأنه من لا يملك أعطى لمن لا يستحق لا يملك سلطة ما هي السلطة التي منحها الشعب لفايز السراج من الذي انتخب فايز السراج بيتحدث فايز السراج على أن حكومة الوفاق الشرعية شرعية من مين شرعية من اللي ادلك الشرعية من الذي أعطاك الشرعية رجل بلا شرعية حكومة بلا شرعية ليس عليها وفاق اتفاق السخيرات هو والعدم سواء فأي توقيع بيوقعه فايز السراج لا قيمة له توقيع اللي وقعه مع أردغان على الحماية المشتركة والدفاع المشترك والتدريب وترسيم الحدود والاتفاقات البحرية كلها ليس لها حجية قانونية وأقول بيدفع تمنها الشعب الليبي المغلوب على أمره صحيفة لاستنبا الإيطالية بتفاجئنا بمفاجأة مدوية جديدة صحيفة لاستنبا بتقول حكومة الوفاق اللي هي بتاعت فايز السراج حكومة غير الشرعية تعتزم توقيع اتفاق عسكري مع شريك استراتيجي جديد من هو؟ الله أعلم صحيفة لاستنبا الإيطالية قالت إن فيه نية لتوقيع اتفاقية جديدة بين حكومة الوفاق اللي بيرأسها فايز السراج اتفاق عسكري استراتيجي جديد مع مين؟ مع شريك استراتيجي جديد أتمنى أن لا يكون أحد هؤلاء الشركاء أو أن لا يكون هذا الشريك دولة من دول الشمال الأفريق أتمنى ذلك وأدعو الله أن لا يحدث ذلك أتمنى أن لا يكون هناك تغلغ العثماني في الشمال الأفريقي تاني بقول ليس لدي معلومة ليس لدي معلومة ولا ألمح ولا أصرح صحيفة لاستنبل إيطالية الشهيرة قالت وأفادت وصرحت ونشرت اليوم بأن هناك اتفاقية جديدة اتفاقية عسكرية جديدة سيوقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي غير المشروعة مع شريك عسكري جديد من هو علامة استفهام هيبان هيظهر هنعرف وهنفضح وهنقول لأنه هذا بيؤثر على سير الأمر داخل الأراضي الليبية ما تقول به الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن وما تنادي به مصر الدولة الجارة الأحق بأنه تقول كلمة في هذا الإطار مصر بتقول الحل السلمي لكن فايز السراج بيوقع عسكريا مع تركيا وهناك كما تقول بيجاهز للتوقيع في شراكة عسكرية مع طرف جديد هذا الطرف هل هو طرف عربي من شمال أفريقيا هل هو طرف أوروبي من جنوب أوروبا أنا لا أعلم حتى هذه اللحظة ربما يكون مع دولة من خارج الشمال الأفريقي أو خارج الجنوب الأوروبي من دولة ثالثة أنا لا أدري ولا أعلم لكن الصحيفة أشارت إلى أن الاتفاقية تهدفها مواجهة الجيش تهدف إلى مواجهة الجيش الوطن الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقالوا وقالوا أن هذه الاتفاقية اللي لم تكن مع دولة أوروبية فستكون زاحة للاتحاد الأوروبي من المواجهة في الليبي وتدفع بإيطاليا خطوة أخرى إلى الوراء لتقصيها عن ليبيا يبقى صحيفة لاستنبل إيطالية أنا آسف يعني مش بتدور على مصالح الشعب اللي لا بتدور على مصالح إيطاليا بتقول إيه الحقهم ده فايز السراج هيوقع اتفاقية عسكرية مع 20 جديد غير تركيا ولو وقع هذه الاتفاقية مع دولة غير أوروبية يبقى احنا كلنا بره اللعبة خرجنا من المولد بلا حمص ده اللي بيقوله صحيفة لسطنبل إيطالية احنا المشكلتنا عاملين نتكلم ونرغي ونحكي ونتكلم والجماعة على الفيسبوك ويخش يشتم ويعمل البلد في ليبيا بتتسرع فايز السراج وحكمته يقومون بتوزيع ثروات الدولة الليبية في غيبة شرعية الحكومة الحالية وفي غيبة إرادة الشعب الليبي بقول تاني نداء إلى المستشار عقيلة صالح ونداء إلى النواب الليبيين ونداء إلى كل هؤلاء الأصحاب الكلمة داخل المشهد الليبي انقذوا ليبيا قبل أن تحترق انقذوا ليبيا قبل أن تسرق ليبيا الآن بتسرق على الهواء مباشرة فايز السراج هو سمصار بيع الأراضي الليبية فايز السراج هو عبارة عن سمصار بيع الأوطان فايز السراج بيقوم بعمل دني لن يرحمه التاريخ أقول إذا كان للشعب الليبي كلمة أن يقوم بإقصاء الوفاق وفايز السراج وحوكم فايز السراج بالتأكيد سيكون هناك كلمة ذروح عمر المختار في هؤلاء الخونة الذين يأتي على رأسهم فايز السراج أدعو بالسلامة للشعب الليبي وأدعو بحالة انتفاضة وحالة انتباه وحالة من حالات الوقوف وقفة حقيقية في مواجهة الاستعمار والمستعمر وأعوان الاستعمار وأعوان المستعمر وأشير بشكل واضح إلى خيانة تاريخية لن يغفرها التاريخ لفايز السراج وخالد المشري وهؤلاء المرتزقة الذين يقودهم في المشهد الليبي هذا الشيخ الذي يبث سمومه داخل ليبيا ويفتي بهذه الأبطيل وهذه الأضليل الصادق الغرياني لعنه الله في كل كتاب النهاردة مصر أرسلت طائرة من المساعدات الطبية ولبن الأطفال وغيره إلى جوبة حيث جنوب السودان دولة شقيقة دولة صديقة والبعد المصري والعلاقات المصرية الأفريقية العلاقات المصرية السودانية العلاقات المصرية مع الخرطوم مع جوبة علاقات قوية النهاردة وطبقا لتعليمات وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصل طائرة محملة بالمساعدات الطبية لمواجهة أزمة كورونا من ناحية وأيضا لبن الأطفال لأبنائنا وأطفالنا في جنوب السودان منذ قليل كان فيه أخبار أنه فيه حريق في مستشفى حميات مبابا وكلام كان فيه كلام كتير لكن وزارة الصحة قالت السيطرة على حريق مستشفى حميات مبابا بدون أي مصابين الحمد لله وأعلات الوزارة سيطرة رجال للحمال المدنية على حريق المحدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفى حميات مبابا مؤكدة أن الحريق كان خارج مبنى المستشفى ولم ينتج عنه أي تأصابات أو وفيات وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه فور وقوع الحادث تم دفع بأربع سيارات إطفاء أو إسعاف مجهزة مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتم السيطرة عليه في غضون دقائق معدودة لافتن خالد مجاهد لأنه سير العمل بالمستشفى يسير على ميرام وأنه المرضى داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه ده بطمن ذوي المرضى وأهليهم الناس الموجودين في مبابا في مستشفى حميات مبابا يعني الناس اللي عنده واحد مريض في الحميات أو عنده واحد محجوز في الحميات أو عنده واحد عنده كورونا في الحميات أنا معرفش لكن في النهاية الهم بتاع المرض والانشغال على الأهل أو الأصدقاء أو الأحباب أو الأقارب داخل المستشفى كمان هيبقى عندي حريق فالناس بنطمنهم بنقول لهم ما تلاقوش الحمد لله كان في حريق لكن محدود وخارج المستشفى في مجموعة من الأشجار والنخيل تم السيطرة عليها والحمد لله عادة الأمور كما كانت هذه فقط فسالة طمأنة إلى كل أهلنا اللي مجهولين بهذا الأمر في مجموعة من المتابعين للصفحة بعتولي بعض الموضوعات وأنا بعتذر للناس لأنه كل الحاجات كتير جدا كلها جديرة أنها تنشر سواء مشاكل عامة أو مشاكل خاصة أو ملاحظات يعني أنا بشكر الناس اللي بتابعونا والله يعني ده وسام على صدري وعلى رأسي كل هذه المحاولات إن شاء الله بعد رمضان نعيد ترتيب البرنامج ونعيد تنظيم الوقت بشكل مختلف يؤدي إلى تفاعلنا مع الجمهور اللي هو أساساً إحنا مدنين ليه بكل شيء لأنه بيتفاعل معنا على أرضية وطنية حد بعت لي حاجتين يعني اتنين بعتوا لي حاجتين فيه إعلان عن مستشفى الحروق أهل مصر للحروق ده مستشفى بيعملوا إعلان لعلاج الحروق وغيره وقد ترخير كل الناس اللي بتعمل يعني محاولات لإزالة الألم وبيعملوا عملية مشاركات وغيره فالمستشف تعمل إعلان لتلقي التبرعات للمسندة والمشاركة في تخفيف ألم الحروق على الناس اللي ربنا يعني يعني ربنا يشفيهم يا رب وربنا يعني يخفف عنهم يعني ما ألم بهم من حروق لكن القصة الإعلان نفسه اللي كان معمول أنا في تقديري أزعج الكثيرين وشعر بالضيق الكثيرون ليه؟ لأنه بيحكي عملية بيحكي حكاية بتؤدي إلى تعميق وتدعيم اللي عم في الأسر البنت بتحكي حكاية مؤلمة جدا إنه أبويا كان بيرمي بيتخانق مع أمي ورماها ب إناء فيه زيت مغلي فالإعلان اللي أنا خاطر جدا والأب بيرمي مراته بيه الزيت المغلي فجهت البنت فالبنت بتقول والدنيا سودت في وشي ولحقوني ده إعلان نوع من جذب الناس عشان تتبرع ليه هل هذه قصة حقيقة مش حقيقة أنا معرفش لكن أنا مؤلم مؤلم لبنت إن هي يعني العنف الأسري إنه أعطقتي آلية أخرى وطريقة أخرى واسيلة أخرى لجذب لجذب التبرعات لأنه الإعلان شكله يخض أنا مخدود أنا مش خبير إعلانات لكن بقول أنا زمالي هو ينفع يترى على الشاشة ما ينفعش معرفش يا الله يعني زمالي بيجبولي البنت بتبكي وتعيت وتقول أبويا بيدرب أمي أنا معرفش يعني قاله قصة حقيقية يعني هم قاله للأسف كمان قصة حقية في الإعلان إنه الراجل بيدرب مراته بالزيت المغلي فجاد في البنت لا ينفع لمن حقه أهو قدام لمن حقه لمن حقه يضرب مراته ولا من حقه يهدد مراته ولا من حقه يضرب بنته ولا من حقه يهدد بنته ولا من حقه إنه نسمع إعلان بهز الشكل مش من حق أحد لأنه يا جماعة أمن المجتمع وسلم المجتمع وبناء الأسرة وترميم الأسرة والسلام النفسي مطلوب حلو إن أنا ألم تبرعات عشان أساعد الناس لكن بلاش مش عايزين الضق على أوطار المشاعر والقلوب والألم والغضب ما ينفعش أنا شايف إعلام بهذا الشكل وجهة نظري وأتمنى أن أكون مخطئا أنا شايف إن ده يؤذي المشاعر بنت تعاية تقول أبويا جيب يتخدم مع أمي رماها بطاست الزيت المغلية جات فيها يعني حاجة مؤلمة يعني وبتخلي بتفتعين الناس على جرائم وعلى آلام العنف هيبقى عادي هيبقى فيه نوع من التطبيع مع العنف هيبقى نوع من أنه ده عادي أنا بقول رأيي وأجري على الله أيضا فيه إعلان تاني إعلان تاني أحد في مستشفى معهد القوم الأورام معهد القوم الأورام والحاجات دي كلها أنا شخصيا هنا في القناة قلنا داعمين لكل هذه المعاهد الناس اللي مش لقيين يعملوا إعلان بره بكاليف فلوس كتير وإحنا قلنا هذا كلام في تن من أول يوم من أربع سنين قلنا كده أي معهد قومي ولا معهد ولا مشروع ولا بتاع السرطان ولا بتاع كذا أي حد عايز يعمل إعلان عشان التبرعات عندنا في القناة قلنا مجانا مش هنتاجر بقلم الناس مجانا مهاش يعني اللي ياخد ياخد مهاش بس إحنا قلنا هندي عندنا فرصة للناس تعمل إعلانات ببلاشة عشان نساعد دور دورنا الاجتماعي أو مسؤوليتنا الاجتماعية ما ديش أي مشكلة لكن تفاجأت بإعلان بيقول يعني في الآخر اللهم مش مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين طيب أنا مش محترف يا رب اللهم أمين تابوا الناس المرضى للمسيحيين لأ تابوا الناس المرضى اليهود لأ تابوا الناس المرضى اللي احنا مش عارفين لهم من لأس لأ يعني لا أعتقد أنه المستشفى أو العلاج لازم يكون فيه خانة للديانة ولا يوجد فيه جنسية ولا يوجد فيه جنس يا جماعة خلينا هي حاجات بسيطة بتفوت أنا متأكد أنه مش قصدين لكن يا جماعة ما ينفعش خلينا نرتقي شوية ونفكر أنه اللهم مش في مرضانا يا جميع اللهم مش في مرضى المصريين اللهم أنا وأنا قاعد هنا دقتي اللهم مش في أي مريض في الإنسان يا رب أي حد بيتألم ربنا يشفيه يا أخي أنت مش هتكون يعني هقول إيه استغفر الله العظيم ربنا خلق الناس مختلفين وشعوب وقبائل وغيره وأديان وغيره وغيره أنت ما ينفعش أقول أنا عايز تبرق علشان قاطر كذا اللهم مش في مرضانا ومرضى المسلمين تابوا المسيحين يعمل يموتهم باقتصار يعني خليني بس أروح سريعا والله إبراهيم مش عايز إبراهيم بيقول لي الشيخ مبروك عطيه أو الدكتور مبروك عطيه الدكتور مبروك عطيه ده حالة جدلية يعني معهد دار الإفتاء مرصد دار الإفتاء طلع بيان قال إن فيه فتاوى غير منضابطة من غير ناس رسميين كان منهم الدكتور مبروك عطيه يعني قالوا مرصد الفتوى أو المرصد اللي بيراقب الفتوى حضر من فتاوى الدكتور مبروك عطيه الدكتور مبروك عطيه راجل يعني يغلب عليه الطابع الفكاهي والطابع الساخر لكن للأسف الشديد هو بيتخاد ده بيوصل الرسالة لكنه بيهين توابط كثيرة الدكتور مبروك عطيه كان بيكلم من كام يوم على إنه رمضان أوله رحمة وأوسطه مغبرة وأخيره وعيدكم من النار قال ده كلام يعني حديث ضعيف لغاية دلوقتي ضعيف ولا متفق عليه ده مش موضوعي أنا لست متخصص وإنما طريقة عرض الدكتور مبروك عطيه طريقة مربوضة طريقة أعتقد فيها نوع من الاستفزاز ونوع من السخرية من الخطاب الديني أنا بقول للأزهر وبقول للمجلس الأعلى تنظيم الإعلام الدكتور مبروك عطيه أعتقد فيه تقدير لو أنا متخص قرار أنا يمنعه يطلع على الفضائيات ليه؟ لأن الدكتور مبروك عطيه بيستخف بينا كمشاهدين وبيستخف بالنصوص بيستخف بطريقة عرض الأمر أو الفتوى وبيتعامل مع الجمهور اللي بيسأله بطريقة فوقية بطريقة فائق برياء واستعلاء تعالوا شوفوا الطريقة بتاعته بس ما فيش حاجة يسمعها العشر لوال ولا حاجة يسمعها العشر لواسط ولا حاجة يسمعها العشر لوال حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أوله ورحمة وسطه ومغفرة وآخر وعيدكم من النوع اسمه سلامات يامة ما فيش حاجة يسمعها كده في دين الله الناس قال لي فهو حديث وحطه ويجيبه من أنا جاي من كوانا لنبون يعني أنا جاي بالليل كده ما عرفش حاجة عن الإسلام ومش أستاذ وعمل كلية ما قلتهوش ربعين ألف مرة مضروب وما حصلش إنه نبيه كده ولا أوله رحمة ولا وسطه مغفرة ولا آخره عيده من النار أمه ليه كله رحمة كله مغفرة كله عيده من النار مش حاجة بكلامي اخبط دماغك في الحيطة العيد عملكية أخلي النبي يقول كلامي قالوش كله يا جدع اختفى وقار العلماء من على وجه الدكتور مبروك عطيه إيه الطريقة أنا آسف يشتقي كلام أقوله يناسب يعني سن الدكتور مبروك وبتكلم على النار وغيره 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 أعتقد النعيب ما يصحش وأنا بقول تاني انضباط الخطاب الديني لابد ان يكون فيه قرارات حاسمة لمنع مثل هذه الصور أو ان يكون فيه نوع من الضبط والربط لأنه ده كلام غريب جدا بصرف النظر عن صحة الحديث أو عدمه ده مش دورنا دو دور الناس رجال الدين أو الناس المتخصصين لكن طريقة العرض والتعبير طريقة أعتقد أقل كثيرا مما يستوجب ومما يجب أن يكون في الدين وده مش أول مرة ده حاجات كتير للدكتور مبروك وناس كتير جدا بيتواصلوا معاه من الخارج وغيره عايزين يتحكوا مش عايزين يتعلموا بالمناسبة يعني الدكتور مبروك بدأ كلامه وكأنه يعني برنامج فكاهي أكتر منه برنامج ديني برنامج للسخرية أكتر منه برنامج لتعليم الناس بيصخر من الناس بشكل غريب جدا أنا مش قادر أفهم ومش عارف ليه برضو الأجهزة المعنية مجلس الإعلام إزاي يترك هزا أو الأظهر إزاي يترك هزا أنا كنت عميد كلها من كذا كذا كاسمعهم بتقول لي قولي يا زينابو مونة الباكري بتقول لي أنا قولي يا زينابو حطتلي الضم ربنا يسترك يا مونة ده فاضل إيه تاني بمعكش طابلة بمعكش طابلة استني بس استني انت حد مأجرك علي يا بيت ما انت محروق أهو ما انت محروق أتصلت أربع مرات وبتقول لي شرع ربنا أخويا دي بقى إيه ما بيسألش عن أمه وترجع تقولي طيب 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 فلو مسك المراس حيروح يتجوز بيه الرقاصة وصبية الرقاصة بعد الرقاصة بيومين الله يزدوك يا اللي اتصلت بيه وجاتني ستين ألف ميلة يا بنت يا روحية تقول لي يا عيون روحية يقول لها ما تعمليننا شاي تقول من عناية احنا مش عاجبنا النبي اه يبقى المفروض دقبال دماغنا في أوسخ حيطة وغرف داية الله يسلام حكا دكتور مبروك وانا معرفش برضو انا هل من حقي ان انا اعبر عن رأيي انا بقول للجهات المختصة والمعنية عايزين نقدم الدين السامح للناس وعايزين نقدم الدين وعايزين نقدم الخطاب الديني اللي بيليق بالناس يليق بالأظهر يليق بالدولة المصرية دون السخرية قد أكون مخطئ وقد أكون مصيب بلغة رأيي مامكم وهذه الحلقة آخر حلقة ان شاء الله في شهر رمضان وبعدين أجازة العيد وان شاء الله نعاود بعد أجازة العيد ان عشنا وكنا من أهل الدنيا كل عام وحضراتكم جميعا بكل خير كل عام وحضراتكم جميعا بصحة وخير وسلام ربنا يعدي هذه الأيام على خير ونكتاز هذه المرحلة الصعبة من وباء كورونا ونكتاز هذه المرحلة الصعبة من المشاكل الاقتصادية ودوما وابد ان شاء الله مصر الخير ومصر منتصرة وتوقف يعني لمدة اسبوع أو أكتر عشر ايام تقريبا وادعو الناس انها تلتزم في بيوتها وادعو الناس تعيد هذه المرة في داخل أسرها ولا نخرج لانه الدولة بتحاول تقنع الناس وتفهم الناس تراهن على وعي الناس مش عايزين الناس تخزل الدولة لان الدولة فعلا قابضة على جمر ما بين صحة الناس ما بين العجل الاقتصادية وخلافه ادعو واطلب من كل الناس كل الناس اطلب منها ان هي تسامحني ان كنت اخطأت في الحديث او في مرة من المرات او احد من الناس انا يعني بطلب السماح من الكل وبقول ان شاء الله نلطق على خير دمدن في امان الله اشتركوا في القناة